انها ليست غروزني الشيشانية التي دمرتها روسيا في التسعينيات بل هي معارة النعمان او ما بقي منها وربما يفوق مجموعة ما دمره الاحتلال الروسي في سوريا دمار غروزني حين نحسب ارث البشر هنا وعراقة التاريخ والحضارة الحضارة تحرق اليوم في معارة النعمان بشرا وحجرا كما فعلت فيها الحملة الصليبية عام الف وثمانية وتسعين وقاتلت عشرين الفا من سكانها وحرقت مكتبتها انذاك لكن مأساة مدينة ابي العلاء المعاري تعاد اليوم على يد محتل الروسي اسمى حربه على السوريين حربا مقدسة في تلك الحرب وهذه الحملة المستعرة على ادلب تخندقت ايضا ميليشيات ايرانية شيعية متنوعة ودواعش الاقليات ليصبوا نيران حقدهم على اربعة ملايين مدني سني في المحافظة على وقع اغاني تشيد بقتل وتهجير المدنيين نطالبهم بالتحرك فورا لوقف اكبر متزرة في التاريخ لحماية المدنيين في ادلب واذا كان من حق اهالي ادلب الاستفسار عن دور الضامن التركي بالشأن القصف الروسي على محافظتهم فمن حقهم ايضا السؤال عن موقف دو القربة اي السوريين في مناطق الميليشيات الطائفية بشأن مأساة المحافظة فالاخيرة لم تعد تعني تلك المساحة الجغرافية المعروفة بل باتت ترمز لكل السوريين الذين اقتلعتهم باصات التسوية من حلب ودرعى والغوطى وحمص وحماة والان جميعهم في العذاب مشتركون خاصة مع همجية ووحشية القصف الذي لا يستثني مركزا صحيا او خدميا ولا حتى قوافل النازحين وسنعود منتصرين ان شاء الله اذا يؤكد اهالي ادلب احرارها ان سيطرة الميليشيات الطائفية على منطقة بسياسة الارض المحروقة لا يعني نهاية المعركة فخيارات المواجهة كثيرة منها استنزاف الميليشيات الطائفية وانتزاع مبادرة الهجوم في عمليات موجعة شريطة ان تنفر الفصائل خفافا وثقالا وتكسر قيود الداعمين وتفاهماتهم ومن تلك الخيارات ايضا عودة المظاهرات لساحات الشمال السوري كما حدث قبل الشهور حينها اعتبر مندوب فرنسا بالامم المتحدة تلك المظاهرات دليلا على ان ادلب ليست حاضنة للارهاب كما يتطلب الامر من ملايين اللاجئين السوريين الذين نجوا من براميل الموت تنظيم وقفات احتجاجية امام المنظمات الاممية والانسانية وسفارات الاحتلال الروسي كما يفعل هذا السوري اصوات تحاول اختراق صمت لم يرى العالم اشد منه اثارة للشعور بالعار الانساني صارنا نوجه رسالة للعالم من عشر سنين والعالم متجاهلنا يعرف شون قاعد يحدث بسوريا مية بالمية مع كل هاي قاعد ينظر يعني ما قام يديرنا بال ولا هو مهتم بامورنا